دلوقتي احنا جبنا اندومي كوري هنعمله يعني هنعمله ومش هنسيبه حاجه اول حاجه هنوالله النور نحطه المياه المجلية هنحطه مياه عادي انتباطه بغيلي بقى مع نطلة هنجي فتحنا الكيس وتشوفه ايه المكونات اللي جواه سوس وفتاع غريبة انا مش عارفه هو ايه اعشاب بقى بحرية مش عارفه سمسم احنا المهم هنحطه على الاندومي في المياه ومش هنسيبه حاجه احنا دفعينا 40 جنيه حط الحابة دورك كمان يابا بتستخشار سيف نفسك حاجه دورك 40 جنيه يابا انت دفعهم سسيبهم بقى على المياه لحد لما يغروا وكل حاجه تبقى في السكالانسيا سيبهم شوية وارجع لهم تكون المياه حلوه بعد كده صفي المياه لو عاوز ما تبقى شطه كتيره خلي تمام معلق مياه احنا دلوقتي هنفتحه الكيزة نفس عارفه جواه ايه اللي عارف ده حطوه وما تستخشارش في نفسك حاجه دورك 40 جنيه انت دفعه بعد ما نحطوه قلب شوية او نقلب شوية يكون كل حاجه حلوه بعد كده هنيجو عند السوس بتاع الباسية ده انا مسميه سوس البواسير سوس بواسير بواسير يعني بصوا اللون سود ازاي بالله عليك انت ترده تاكل ده سوس بواسير بصوا انا عاوز اقولكم على حاجه محدش يجيبه لسبب اول سبب انه هو حامل تاني سبب انه هو طعمه اللي عارف الشعرية البيضة دي اللي هي بخمسة جنيه بعد لما تجيب الشعرية البيضة بخمسة جنيه حط كل حاجه جواها ما تسيبش حاجه هتلاقي نفس الطعم بس يزود حبة شطة بس شطة كثير واش